بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخوان المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم النهاردة باذن الله بنتكلم عن شوية توصيات بالنسبة لزراعة الخيار الشتوي شوية التوصيات دول تحطهم في دماغك وتذكرهم كويس تمام علشان ما يحصلش مشاكل اللي بتحصل كل سنة ونيجي في الاخر بنبكي ولا ينفع البكاء على اللبن المسكوب فتعال على نفسك كده وحاول تمسك ورقة وقلم وحضرتك ياريت تكمل معانا الفيديو للاخر ياريت لو ده ما يزعجش حضرتك يعني تكمله للاخر عشان اللي بقوله نفس الاسئلة واللي بشرحه بالليل اسف الشديد بيجيلي على الواتسة المهم عشان نزرع موسم محترم بالنسبة للخيار الشتوي ونبدأ بداية موفقة اول حاجة حضرتك شوف الناس هتتكلم في حاجات تانية انا اول حاجة بقولها لك المعاد معاد الزراعة معاد الزراعة يا جماعة ما تأخرش بالنسبة للخيار معاد الزراعة المفروض حضرتك خمساشر عشرة تكون بادئ تزرع الخيار بتاعك اما بزرع واما بزور مباشرة في الطربة لو الارض عندك ما فياش قوارد او ما فياش معوقات ارضية زي الاملاح واما حضرتك تزرعها شتلات لو عندك قوارد فران مثلا او عندك املاح والانبات هيبقى او وحش في الطربة او الارض مشغولة بزرعة تانية فبتزرعها دلوقتي اه في المشتل وهي بتاخدش خمساشر يوم اساسا في الوقت اللي احنا موجودين فيه ده تمام هتبدأ حضرتك تزرع لو بتزرع بزرع ازرع في خمساشر عشرة اخرك خالص لا تزيد عن خمسة وعشرين عشرة اه وهقولك ليه تمام لو انت بتزرع بزرع لو بتزرع شتلات عادي ممكن تزرع في بداية حضاشر ما عندكش اي مشكلة خالص تمام لما بنزرع جماعة في خمساشر عشرة مميزتها ان انا بعمل مجموع خضري قوي معمل مجموع خضري قوي وبالتالي لما بيدخل علي البرد تمام ما عنديش مشكلة خالص والنبات بيتحمل موجات البرد اللي هي اول حاجة هتعمل لها تقليل للانتاج وهتوقف لك القمة النمية وهتعمل لك مشكل كتير تمام ده لو النبات بتاعك انت زرع في اول اتناشر والناس اللي هي بتهرج دي في موعيد الزراع اه الزراع لما تزرع حضرتك بدري لو زرعت في خمساشر عشرة يبقى خمسة واربعين يوم هتجمع خمسة اتناشر اقصاها هيبقى عندك محصول اللي هو هيجي في بداية البرد وان شاء الله تكون الاسعار كويسة تمام ما كانتش الاسعار كويسة بيكفيك انك انت طلعت زرع كويس الرزق ده بتاع ربنا لا بتاعي ولا بتاعك يبقى اول حاجة معادة الزراع جماعة لو انت بتزرع شتوي اه بتزرع بزور تمام بتزرع حضرتك في خمسة اه عشرة اه لحد خمسة وعشرين عشرة تمام ما تزودش عن كده يعني عشان النبات يقدر يكون كويس ده رقم واحد رقم اتنين حضرتك المية عندك لازم تكون كويس لو انت عارف المية بتاعتك خلاص ما تهتمش بالنقطة دي لو انت مأجر الارض او انت شكك في المية او المية بتاعتك مش كويسة انت حاول تشوف مصدر مية كويس او انك انت ما تزرعش على مية الاملاح بتاعتها عالية ما تروحش تزرع على الفين و الف وقمسة ومية والكلام ده كلته فيه ناس هتقول لي انا بزرع على كده انت حر ولكن هيعملك اجهاد في اضافة موزيل للملوحة وان النبات مش هكون لا يمكن هيكون كويس بره دنيا يعني فيها مشاكل كتير فعشان كده لو حضرتك واخد الارض جديدة دوق المية بتاعتك او جربها ما تروحش تحلل دوق المية لو قدرت تشربها امورك تمام لو قدرت تعمل منها الشاي امورك تمام بالفلاح يقالص تمام الروح على التربة بتاعتنا التربة اللي فيها املاح لو الارض بتاعتها الجديدة التربة مملاحة ولا مش مملاحة ها فيها املاح ولا ما فاش املاح الهستر بتاعها التاريخ بيقول ايه بيقول فيها املاح ولا ما فاش املاح لو ما فاش املاح توكل على الله بالنسبة ليه التربة الطنية والرملية احنا بنفضل التربة الرملية دايما في الخضر بنفضل التربة الرملية والافضل من الرملية والطنية ان هي تكون طمية يعني فيها رملة على طين وأمورها كويسة وجيدة الصرف والأمور كويسة طب أرض كابسة وما بتصرفش المية بتاعتها أنا رأيي الشخصي إنك تبعد عنها لو عندك أرض رملية تمام حاول تحط الملش عشان هحافظ لك على طوبة البيت والملش اللي هو البلاستيك في فيديو ممكن ترجع له تاني لو عايز تشوفه تمام علشان الرطوبة نفسها بتطلع من الطربة المية دي بتتبخر اللي احنا مريو بيها جزء بروح في الصرف وجزء بروح مع النبات وجزء كمان بيتبخر داخل البيت المحنف عشان كده ممكن تحط ملش عشان يقلل لك اللي هو البلاستيك اللي بنفريده على المساطب عشان يقلل لك كمية البخر ومعملكش رطوبة لأن الرطوبة العالية مرتبطة بالأمراض الفطرية زي البياض الزغبي وفي آخر الموسم ممكن يجي لك بياض دقيقة على بداية شهر مارس تمام أما البياض الزغبي بيشرف من بداية شهر 12 بيشرف معانا ما عندناش اي مشكل خالص تمام بالنسبة للطور بطنية لو عندك طور بطنية ومصمموا ادماغك بقى قلبك لازم تزرع خيار بقى لازم تتحكم في قصة المية ويتعلل مصاطب بتاعتك شوية عشان حتى لو المية زادت تقدر تصرفها في بطن الخط تمام ولو الارض ما بتصرفش مية الصرف بتاعها سيء ارجو ان حضرتك ياريت 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 ما تزرعهاش اصلا متراحت المالك تمام بعد كده بتختار حضرتك الصنف الكويس الصنف الكويس ما تجذفش جميع وشوف كل الناس محترمة وكل بتوعب بزور محترمين وهتسمع منهم كلام زي العسل ما عندكش مشكلة في دي خالص طب اما الايه المشكلة عندنا المشكلة عندك ان انا مش عايزك تصدق اي حد برضو كده الصنف اللي انت زرعته قبل كده وكويس امشي معاه ما بقولكش انك توقف دماغك سكت مهندس ولا 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 والدنيا وقفت عند الصنف ده لا ازرع اصناف تانية ولكن بحذر ولكن بحذر وبقدر اولا تمسك اعمل لك ازرع لك خط خطين ازرعهم من الصنف الجديد اللي انا عايز تجربه لو انت جمعك وعمق ومقاومته للامرات كويسة ودنياته كويسة حضرتك تزرعه السنة الجاية ما عندكش مشكلة خلاص وانا اقول واحد بشجعك على التغيير تمام لو الصنف ما كانش كويس باب انت مضررتش نفسك ومحطتش البيض كله في سلة واحدة دي بالنسبة لاللي قولنا عليها ايه اللي هي الصنف نفسه تمام بعد كده حضرتك بتروح بعد الصنف بتشوف القصة النماتودة اللي عمللنا ازعاج وعمللنا مشاكل كبيرة جدا تمام النماتودة يا حضرات شوف الارض بتاعتك ظروف ايه في النماتودة والله ما فاكر قلتها قبل كده ولا لا بستقبلها مني حتى لو عيدها تاني النماتودة جماعة دي مشكلة ومشكلة كبيرة جدا وخصوصة للجنس اللي اسمه الملودو جاين دوت او تعقد الجزور في الخضر بالذات وفي الخيار طبعا ببهدل الدنيا فا لو عندك النماتودة اعتقد ده انا انا قلتها من الاول ياريت تبدأ يعني تحسن ظروفك معها وتبدأ من بداية الزراعة اذا كنت انت عملت اذا كنت حضرتك عملت اللي النماتودة ديت عملت لها بخارت التربة ما عندناش مشكلة اذا كان حضرتك لسه لسه ما عقمتش التربة بتاعتك او ما حطتش غاز او كده يبقى ممكن تستخدم المبيدات اللي هي المتخصصة بتاعت النماتودة وكلكم حافظينها عن ظهر قلب وياريت حضرتك كمان تبدأ من الاول علشان للأسف النماتودة لما بتضرب الجدر للأسف حتى لو حطيت مبيدات بعد كده الامر وتكونش كويسة لان اساسا النماتودة بتعمل لي مشاكل في الجدر وهي التوقم الاعفان فلو النماتودة لعبت في الجدر انسى الاعفان كمان هتلعب في الجدر بنيجي حضرتك بعد كده على التجهيز الارض بتاعتك لزراعة الخيار الشتوي الارض بتاعتك هتقول لي هي العملية يعني خصوبة الطربة عندك حاملة ايه هنحط ايه حط اول حاجة انا اه بقول لك السماد العدوي السماد العدوي السماد العدوي واهم شيء تقلبه كويس وتخمره في الارض كويس يعني نضيف عليه مياه كتيرة يا جماعة نضيف عليه مياه كتيرة وعلى ايام متعددة لو انا هزرع يبقى اه قبل الزراعة باسبوع قد مياه لحد السمادة العدوية مع المعدنية ما تكون كويسة معي طي حضرتك هتحط السمادة معدنية قد ايه وعدوية قد ايه الكلام ده انا شرحته في اكتر من مكان وهو اجتهاد شخصي بيختلف باختلاف من مهندس للتاني بيختلف من تربة لتربة وبيختلف على حاجات كتير ولكن في الاخر اهل مكة قدرى بشعابها كل واحد حافظ الارض بتاعته ولكن احنا بنقول ما فيش غينة عن السماد العدوي ما فيش غينة عن ان نحط سوبر فوسفات ما فيش غينة برضو ان نحط شوية كابريت ما عندناش مشكلة خالص اكتر حاجتين انا بحب احطهم السوبر فوسفات لان الفوسفور وبطيق في الحركة بتاعته وبطيق في التحلل فنحط السوبر فوسفات محبب لو حتى اتنين كيس لكل بيت اللي هو التسعة في ستين وبنحط حوالي تلاتة او اربعة متر وقد توصل لخمسة متر كومبوسط للبيت الواحد اه متر مكعب ما عندكش اي مشكلة خالص والاهم زي ما قلنا ان امورك تكون كويسة في عملية التخمير وان بعد كده بتبدأ تزرع وقلنا الزراعة اما تكون بيه البزور او تكون بيه الشتلات والبزور بنفضلها زي ما قلنا مليون مرة قبل كده بنفضلها في وقت يكون فيه اللي ما عنديش املح في الطربة ولا في ميت الري ولا اي معوقات ارضية ولا عندي قوارد تاكل البزور اتوكل على الله وازرع بزور مباشرة افضل لك تمام هي الافضل لو فيه عندك مشاكل يبقى الافضل انك تزرع الشتلات بتاعتك وبعد ما تزرع ادخل على قناة بنوراما زراعية هتلاقي كل الاسمدة اه وبرامج التسميد والمكافحة حاطينها للخيار ومرتبينها سواء الخيار الشتوي او الخيار الصيفي علشان بس اه ما تقولش ان احنا مش عيلين الكلام ده موجود وما عندك اي مشكلة خالص فيه برامج التسميد وبرامج المكافحة موجودة على بنوراما زراعية اه تلات فيديوهات هتشوفهم ولو نفزتهم امورك هتبقى كويس غير كده اه اي سؤال عابر احنا تحت امر اي حد ولكن الاسئلة يعني المتكررة واللي الناس يعني بتطلب فيها طلبات مستحيلة ديا اه اعفوا ما بنتقبلهاش خالص وبنتطر اسفين ان احنا نعمل حظر لي اللي بيسأل شكرا لحضراتكم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته